السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة هعمل شوية تجديدات كده في المطبخ فحبيت شاركوني وتقولولي ايه رأيكم فيها وكمان هقولكم النهاردة على سعرها وعلى المقاس بتاحها وفعلا هي بتغير شكل المطبخ تماما يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الاستيكر الحجري دوت اه شكله ايه وجبناه بسعر كام والكلام ده كله وسعره فعلا سعر الجملة زي ما انتو شايفين انا النهاردة جبت كذا فرخي مش فرخي واحد بس اللي انا عندي عايز ازبط الوجهة بتاعت المطبخ كله فجبت الاستيكر الاستيكر دوت المقاس بتاعه متر في متر تمام متر طول ومتر عرض اه وسعره رخيص جدا 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 يعني انا جايبه الفرخ الواحد اللي هو متر في متر على خمسة وعشرين جنيه اه جايبه منين جايبه من اه من الروعي اه انت بتركبي المترو وتنزلي محطة العتبة وباع ما تنزلي محطة العتبة بتسألي البيعين اللي قاعدين اه فين الروعي البيعين مش الناس اللي مشي عشان الناس اللي مشي ممكن تقول لك غلط لأ انت اسأل البيعين اللي قاعدين ببيعو حاجات كده او زي من العتبة هما هيقولولك هتمشي مين شمال كده لغاية ما توصلي يعني مش تمشي كتير هو في العتبة اصلا الروعي فانت هتروحي بقى الروعي هتلاقي هناك جميع الاكسسوارات بدعة المطبخ وبتاعت الشقة وسعرها سعر الجملة وحاجات نظيفة وحلوة قوي زي ما انت شايفة الستيكر كده ما شاء الله انا اتعطى لقد العمود بالزبط وبدأت لزقه وشلتي طبعا اللزق من عليه من الظهر وتروحي جاية مسبتية على الحيطة تمام واهم حاجة وانت بتلزقي ايه انا حاول انك تزبطي مرة واحدة بتلزقي مرة واحدة يعني ما تفضلية تشيلي وتحطي والكلام ده كله عشان طبعا بيبقى اللزق بتاعه جامد جدا فما بتيجي تشيليه هو عادي هيلزق معاك تاني برضو بس ببقى صعب شوية في الشيلة تمام فانت توحي جاية فك اول حتة بس كده وتحول تسبتيها خلاص سبتيها ابداي بقى اسحاب الورقة كلها والزقي زي ما انت شايفانك انا سبتت اول حتة هون وبعد كده هروح جاية بقى ايه شد الورقة من تحت وابداي بقى اسبتها على العمود هي سهلة جدا مش محتاجة حد يساعدك في اي حاجة فيها يعني بكل سهولة انت بتروح جاية اطعى المقاس اللي انت عايزة وبتروح جاية مسبتها كده وتبداي بقى ايه تلزقها وتشد الورقة هون كل ما تيجى عند المكان اللي انت خلاص وصلتيله تشد الورقة هتلزق معاك على طول فاش اي حاجة صعب ولا محتاجة حد يساعدك زي ما قلتلك وخدت طبعا النص التاني كنت اطعا ولزقت برضو في الحيطة هزا ما انتوا شايفينه كده وهاخد الفرخ بقى الطويل دود هحطوا كله كده ايه جنب بيها اللي هو المتر في متر كده هلزقوا جنب بيها بس طبعا انا عندي هنا في مفتاح كهرباء فمفتاح الكهرباء دود هروح جاي قطع حوالي كده بعتعمل زقها هروح قطع حواليها كده بالسكينة او بالمقاس بستعني تخلي بالك عشان الكهرباء والكلام ده كله وعادي خالص رح جاي حطة فوقيها الوش بتاع الكهرباء بتاعتك المفتاح وعادي وهيركب معاك وكل حاجة متلاقيش يعني اهو تلزق اول حطة سبتها في الحطة وبعد كده بقى تيجي بقى من تحت بقى تشد الورقة اهو زي ما انت شايفها كده مفكتهاش كلها لما سبت حاجة حاجة اروح جاي ايه سحبة اللي بعديها وبعد كده هجاي سحبة الباقي بص يغير الشكل ما باخد ازاي بص الاول كان شكله تلوقتي شكل بجد شكله جميل طحفة بجد اهو بتروح جاي بقى دايسة عليها كده دايسة بسيطة يعني مش دوسة جمدة لا حاجة بسيطة كده 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 اصلا انت او محاطتي هو خلص سبت ولزق يعني لزق جامل كمان مش لزق يعني زي الاستيكر اللي عادي لا 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 هنا طبعا الفصل اللي كان بين العمود دا والعمود دا واتح تجيه قصة فيه بلطين وروح تجيه ورده ايه حطهم انا عملتها عملتي طبعا الاستيكر بالطول زي ما انت شايفها انت حابة تعمليه بالعرض كده تمام براحتك يعني انا حبيت انا بالطول هيبقى شكله ايه احلى انا هسيبي كده يعني كل واحد اللي حسب يحب انت عايزاي بالعرض كده على شكل بلطات كده طوب اعمليها تمام هاطع بقى حتة صغيرة كده بقى وهام حاجة اي اسقوصة قطعيها من الاستيكر ما ترميش سبيها هتحتاجيها هتحتاجها في اي زاوية في اي حتة وهتحاجيها حطوها اهو انا قطعت حتة صغيرة كده على قد الحتة اللي فوق وهجا لزقها بس كده خلصتش محتاجة اي حاجة تمام كده هنا طبعا بقى بقى بقيت الحتة عندي زي ما انتم شايفينها كده آآ فوق بتجاز مش هينفع خالص احط الاستيكر دوت ليه بقى ان ده سريع الاشتعال يعني من النار انا سمعت الصراحة وربنا استرها يا رب ما شوفشي ولا انا ولا انتم يا رب فاللي سمعته اللي هو سريع الاشتعال فممكن يلقط منك بسرعة هو اخوي قال لي كده فانا طبعا هفول بتجاز احط حاجة تانية مش هحط خاص الاستيكر دوت وبرضو عايز احط حاجة تليق برضو على المكان فايه هنشوف كل ده مع بعض يعني انفعش احط حاجة تانية شكلها يعني مش مش اللي هو ان طبعا ده البتجاز حطفه النص فالحطة طبعا زي انتم شايفينها كده لازم كلها تكون مشة مع بعض ديها قطعت اول حتة دي برضو شدت الورقة منها وبدأت برضو سبتها اول حتة صغيرة مش قطعة كلها اول حتة صغيرة تشيل واللزقة من عليها وتروحي جاي بقى تلزقيها تسبتيها وبعد كده هتجاي بقى شال الورقة كلها وانت ايه بتلزقي اهو شايفة اول ما بتعمل الكلاب بتلاقي ما شاء الله صبت معاكي بعد كده بقى تشد بقى الورقة اللي في الظهر دي عادي خاص تشد معاكي بصي اهو بقى شدها بتتشد معايا وبالزق والصراحة جميل جدا جدا يعني انصحكم تجربوه اه بجده يعجبكم يعني ما شاء الله بيغير فعلا شكل المنبخ تماما ويرخص جدا انتي طبعا لو اشتريتي من المكان اللي انتي موجودة فيه هتلاقي غايل يعني هتلاقيه في ناس ببيعه بخمسة وتلاتين وناس ببيعه بخمسة واربعين اه فالرويع بقى رخص جدا بخمسة وعشرين رخص جدا تمام شدها كده وسبتي بس كده نبدأ بقى نشوف بقى البلطة اللي بعد كده بقى اللي جنبيها دي في قطعة صغيرة كده فوق الرخامة اهي عايزة لها بس حتة صغيرة كمان والحقية لزقها عليها اهي بس طبعا دي صغيرة مش توقع مزبوطة فشوف قطعة تانية اكبر شوية قصة لها قطعة اكبر شوية وهتجاي لزقها عليها تمام اهو زي ما قلتلك ما ترميش اي اسقوصة بتحتاجيها صدقيني والله يعني انا بعد ما خلصت انا كنت اطلع قصائص قدي كده ما لقيتش معي ولا اسقوصة تاني كلهم خلصتهم عاد تلزق كده قلزق قلزق بطعا كلها عاملة زي الطوب فبلت لزقوا جان بعضهم فمش بتحس اصلا اللي انت عاملة اه اه اصقيصة ولا عاملة حاجة لا لا هقطع من ناحية اهو زي ما انت شايفة كده هو ولزقت الاستيكر الحراري الحراري على البتو جاز اي رايكو بقى دي شكل حلو هو زي ما الاستيكر اللي احنا حطيناه هكمل بقى باية المطبخ وان شاء الله بقى اصوره لكم في يوم تاني يا لما تنسونوش باللايك بقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته